مبارح اتحاد القبائل العربية أصدر بيان رح فيه بموافقة حماسة على المبادرة المصرية ووقف اطلاق النار حضرتك قراءتك ايه لهذا البيان الدور الوطني اللي بيقوم باتحاد القبائل العربية وطبعا الدور اللي بتقوم بالقبائل في سيناء تحديدا ليس وليد اليوم يعني هو بعد ناكس السبعة وستين كان هناك تنظيم سيناء العربية وده لعب دور في حرب للسنزاف كان له دور كبير جدا في مواجهة قوات الاحتلال الاسرائيلية عن طريق انه معظم قيادات او القوات الكوماندوز المصرية اللي كان بيتم اسقطها او عبر القناة لتنفيذ عمليات خلف خطوط العدو في ذلك الوقت كان بمساعدة مباشرة من تنظيم سيناء اللي تم تأسيسه برعاية قوات الصعقة المصرية في ذلك الوقت ولعب دور اساسي وكان دور وطني للغاية ومعظم القبائل اللي كانت موجودة في سيناء في ذلك الوقت كانت لها دور وطني ودور فاعل في مواجهة قوات الاحتلال الاسرائيلية ورفضت ان هي تندمج في المجتمع الاسرائيلي كانت طبعا سيناء كلها كانت محتلة في ذلك الوقت لكن على الرغم من ذلك احتفظت القبائل المصرية اللي موجودة في سيناء بهوياتها الوطنية وكان لها اجندة وطنية واجندة لم تخفيها ولم تحاولت اسرائيل ان هي تحاول استقطابهم وادمجهم في المجتمع الاسرائيلي لكن كان لهم خط وطني واضح فده تاريخ طويل الى جانب انه بعد صور التلاتين يونيو كان للقبائل العربية في سيناء دور مهم جدا في تأييد ودعم الدولة المصرية لانه معظم الجماعات الارهابية التي كانت تستهدف الهوية المصرية وتستهدف الدولة المصرية توجهت الى سيناء لانه كان هناك لو تذكروا انه كان فيه هناك مخطط لعزل سيناء وسلخها عن الوطن الام بما سمي وقتها ولاية سيناء وكلام الفارغ اللي كان بيتردد من جماعة الاخوان وغيرها يعني تم جلب الكثير من العناصر الارهابية من معظم دول المنطقة وتم تسكنهم وتوطنهم في بعض الاماكن في سيناء ليكونوا منطلقا لاستهداف الدولة المصرية من هذه البقعة تحديدا باعتبار انه سيناء يعني معظمها خالية من السكان معظمها كانت تفتكر الى وجود الكيانات المسلحة فدول كانوا مسلحين تسليح على مستوى عالي تم تسليحهم استعدادا لمعركة مع الدولة المصرية من هذا المكان لكن القبائل العربية الموجودة في سيناء دعمت وجود الجيش المصري وكان الجيش والشرطة المصرية على رأس الذين تصدوا لهذه المخططات كما نذكر جميعا يعني التاريخ لسه قريب كلنا فاكرينه انه يعني الدولة المصرية كانت وجهت قواتها المسلحة والشرطة المصرية بالتعاون مع الاهالي الموجودين في المنطقة وكلهم تصدوا لهذه المخططات تنظيم داعش الإرهابي كان يستهدف استخدام سيناء منطلقا لأعماله الإرهابية ضد الدولة المصرية زي ما حصل في سوريا والعراق وليبيا بعد كده لكن طبعا بسالة الجيش المصري وبسالة الشرطة المصرية تصدوا لتلك المخططات وكانت داعم الرئيسي لهم في هذه المواجهات هي القبائل العربية الموجودة في سيناء فلهم دور وطني لا يمكن إنكاره دور تاريخي موجود فطبعا ده بيعود بنا زي ما أنا قلت أنه بعد حرب 67 وحرب للسنزاف كانت القبائل داعم للدولة المصرية زي ما دعمت الدولة المصرية بعد 30 يونيو النهاردة القبائل العربية برضو بتقوم بنفس الدور هي لها تاريخ وطني مشرف النهاردة لما بتستنكر في البيان اللي طلع محاولة إسرائيل لاقتحام رفح الفلسطينية ده دورها إلى جانب أنه طبعا هي رحبت بموافقة حماس لأنه الحديث عن حل القضية الفلسطينية وتجنيب الشعب الفلسطيني مزيد من إراقة الدماء ده هدف كل المصريين وطبعا القبائل مندمجين مع سواء في العريش أو رفح المصرية طبعا فيه ترابط أسر بين رفح المصرية ورفح الفلسطينية وفيه أواصر للمصاهرة والزواج وانتعارفين طبعا أنه القبائل فيه لها تقاليد ولها عادات معينة ففيه اندماج في المناطق الحدودية تحديدا زي الاندماج الموجود في قبائل أبناء عالي مع سمطروح وسيوة وليبيا والسلوم والأماكن دي فطبعا فيه اندماج في المناطق دي تحديدا طبعا القبائل العربية زي ما أنا قلت أنه لها تاريخ وطني مشارف النهاردة لما بطلع بيان بتعبر فيه عن ترحبها بالاتفاق وموافقة حماس هي طبعا عايزة أنه نزيف الدم الفلسطينية توقف وده هدف كل مواطن مصري هدفنا كلنا وطبعا القبائل جزء من النسيج الوطني المصري فطبعا احنا كلنا داعم للدولة المصرية وكلنا جيشنا الوطني على رأس المؤسسات اللي احنا كلنا بنحتمي به وفي ساعة الأزمات كلنا طبعا بننتمي للجيش المصري وكلنا خدمنا في قواتنا المسلحة وكلنا يعني الجيش بالنسبة لنا دا يعني النموذج والخط اللي كلنا متدسلين تحته يعني فطبعا الجيش المصري والشرطة المصرية الدور الكبير اللي بزلوه في سينة تحديدا لا يمكن أن احنا ننسى أو لا يمكن أبدا أن احنا ننسى شهداءنا اللي ضحوا بأرواحهم في سبيل أن احنا نعيش ونعد زي ما احنا عادين دلوقتي